وانا بكلمكم دلوقتي حسام البدري استقل سيارته في طريقه الى النادي الاهلي للاجتماع مع كابتن محمود الخطيب ومن ثم العودة لتدريب النادي الاهلي من جديد خد الجديد بقى اللي مش هتسمعوا اللي عندنا انه لعبت النادي المصري وهم مؤمن زكريا حسام حسن وبقول هالكو تاني وثالث ورابع وحمد الشنوي فيما لم يحترف في الخارج بقول كلام انا مسؤول عنه تماما هتسمعوا النفي من الدنيا كلها لكن بقول لكم كلام انا مسؤول عنه مؤمن زكريا حسام حسن مستنين الموقف في حالة توليك كابتن حسان البدري تدريب النادي الاهلي هيبقى رأيه فيهم ايه القناعات مش القناعات اللي هم لعبكوا يصيروا لا في وجودهم اساسيين داخل الفريق شكله ايه وبالتالي هم هيقرروا عقب اختيار البدارب الجديد اللي هو 99.9% كابتن حسام البدري احمد الشرنوي كلاتي الوضع كده النادي الاهلي بدأ يظهر فيه صوت قالك احنا مقطعين استاذ المصري احنا مقطعين الكورة هناك لكنه احنا مش مقطعين لعبت النادي المصري خالص فما هو المانع اذا كان عندي لعيب ولعيب كويس ويفيد الفريق ما هو ذنب اللاعب زي بالظبط ما قاله احنا مقطعين الاستاذ لكن نلعب مع النادي المصري خارج برسعيد ده كان كلامهم لكن ما فيش ما يمنع ان انا اخد لعيب من النادي المصري في اجتماع في الناد الأهلي بنسبة كبيرة جدا هيوفقوا على مبدأ استعارة لعبين من الناد المصري وهيبقى فرصة لهات وخوت في الكلام عشان الدنيا الماية تبدأ تمشي بشكل جيد فيمكن مسؤول الزمالك اللي بيعملوا مفوضات معمومة زكريا حسام حسن يفجأوا بهذا الكلام الآن لكن اللعبة باللغة الإنجليزية يقول لك عاملين hold مستنين يعني waiting انتظار استنى 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 شوف الدنيا في الناد الأهلي هيبقى شكلها إيه لما يتولى حسام البدري المسؤولية أو أي مدرب غيره لكن حسام هو الأقرب اللي لم يكن بعد ساعتين ثلاثة الأهلي هيعلم فعلا أو على أكثر تأدير غدا صباحا الشناوي ريال بيتس عرض 800 ألف يورو شراء الناد المصري قال ده قليل يعني الجماعة خلوهم مليون ونص وده برضو مقبول يعني فبدأت دلوقتي المفاوضات إنه يبقى القصة أعارة ياخد أعارة مثلا إيه بس هم ريال بيتس عايزينه يبقى الحارس الأول للنادي فبالتالي بيقولك مااخدش واحد أعارة سنة وبعد كده اعتمد عليه أساسي وفجأة ألا نفسي عريان يجي نادي السنة الجوة اللي عايزة خمسة مليون يورو هم إمكانات الأندية دي ضعيفة مش عالية فخايفين من ده فبيصلوا إلى حل وسط الأعارة مثلا تبقى سنتين يبقى اعتمدوا عليه إذا مش يبقى خلاص ممكن يجيبوا حد تاني غير كده وكده المباراة اللي حيلعبها المنتخب الوطني اللي حشارك فيها المنتخب الإلومبي اللي حشارك فيها الشنوي مندوبوا ست أندية أوروبية بيتابعوا أحمد الشنوي من المؤكد أنه حيلضم معنادي أو اتنين منهم ومن المؤكد أنه أثار إعجاب مسؤولي ريال بيتس حتى دي بقولوا خمسة عشر دي ما كان عايزين يشوفوا شكله الجسم الهيئة اللي بتاع فجميل زي الفل اللي عم ايه توكر على الله بس القصة في المصاري في الفلوس ده موقف لعيبة الناد المصري مؤمن زكريا حسام حسن أحمد الشنوي الشنوي في مصر